نعم سأحاول أن أنقل لك وجهة النظر الروسية على كل هذه النقاط فيما يخص المزيد من الجيوش فهو تأكيد من الأطراف الغربية وروسيا تقول أن جيوشها هي 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 التي كانت وهي التي موجودة ولا أحد بإمكانه أن يسلب روسيا حقها السيادي بتحريك جيوشها على أراضيها سواء غربا أو شرقا فيما يخص خيبة الأمل الدبلوماسية نعم فيما يخص التواصل الروسي البريطاني الصحف الروسية تسميه بالسقوط المدوي فعلا لم يكن هناك ووصف أيضا بحوار الطرشان وما إلى ذلك ولكن من جهة أخرى هناك اتصالات مع الطرف الفرنسي جوزيب بوريل اليوم قال بأن الاتحاد الأوروبي يفضل استمرار الحديث مع روسيا وحسب بعض الخبراء الروس والمراقبين هناك انشقاق في الصف الغربي بين أوروبا من جهة وبين بريطانيا والولايات المتحدة من جهة أخرى هذا حسب التحليلات والمتابعين الروس وكيف ينظر إلى هذا الموضوع من هناك لذلك من جهة تحاول مد جسور التواصل الدبلوماسي ولقاء البارحة في إطار مجموعة النورماندي رغم أنه لم يفضي إلى أي شيء ولكنه مستمر والجولة القادمة في الثاني من مارس أذار القادم وأخيرا طبعا هناك ضياع التواصل بشكل تام أو عدم فهم الأطراف بشكل تام هو العلاقات الروسية الأمريكية البريطانية من جهة ثانية وزيرة الخارجية البريطانية كانت بالأمس اليوم وزير الدفاع البريطاني أيضا الحديث مع وزير الدفاع الروسي غير معلن لم ترشح أي تصريحات صحفية ولم يعلن عن أي مؤتمر صحفي ولكن حسب الكثيرين لهجة وزير الدفاع لن تكون كثيرا مختلفة عن لهجة وزيرة الخارجية وأخيرا الرئيس الأمريكي أو الطرف الأمريكي يقول بأن روسيا بين اللحظة والأخرى أو في أي لحظة قد تدخل أوكرانيا وتناشد دعاياها بمغادرة أوكرانيا وطبعا روسيا تنفي كلها وتؤكد على لسان رئيس تسبارات الخارجية